اشتركوا في القناة اتمام عمالقته بضم اللاعب صاحب الاربعة والعشرون عاما في صفقة انتقال حر وذكر تقرير لموقع فوت ميركاتو أمس أن كبار الدوري الإيطالي مهتمون بالتعاقد مع عوار ويتعلق الأمر بكل من ميلان بالإضافة إلى نادي العاصمة روما والذي سيكون في صفوفه بالنسبة كبيرة وهو ما قد يكون في مصلحة اللاعب الذي سيتاح له الوقت الكافي من أجل اختيار وجهته الأنسب من أجل خوض أول تجربة خارج فرنسا وأشارت تقارير إلى أن روما الإيطالي قد سبق منافسه نسبيا نحو الضفر بخدمات عوار بعدما بعث المفاوضات مع وكيل اللاعب قبل أيام ومن جانبه رفض عوار الانضمام إلى فرانكفورت رغم رغبة النادي الشديدة في التعاقد معه والسبب رغبته في خوض تجربة احترافية مع كبير يضمن له المشاركة في دور أبطال أوروبا الموسم القادم وقرر عوار مغادرة ليون رسميا وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في جوان المقبل وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد